بيتوريا، روي بيتوريا المديل الفني لمنتخم مصر حضر نهاية كأس مصر بين الاهل والزمالك الكل سأل، هو كان رأيه ايه في المباراة؟ هي انطباعاته كانت ايه على المباراة؟ هو كان مبسوط ولا مش مبسوط؟ هو تخض ولا ما تخضش؟ هقول لكم بقى بيتوريا قال ايه بعد المباراة؟ هحكي لكم كواليس ما حدث في المباراة من بيتوريا وبعد المباراة بيتوريا أثناء المباراة أول حاجة أول حاجة قالها أول حاجة ترعت من لسانه وهو بيتفرج على المباراة قال اللعيبة دي مرهقة اللعيبة دي مش قادرة اللعيبة دي واضح أنها عندها ضغط كبير جدا فهم أن فيه إرهاق مبدئين كده قبل المباراة بالمناسبة يعني طلب قائمة الفريقين بأرقامهم عشان يبدأ يشوف لاعب لاعب بالرقم والإسم عشان هو ما كانش عايز يفرج وخواص هو عايز يعرف مين اللعبين دول أسماءهم إيه أرقامهم إيه عشان ما يقوله والله أنا عجبني فلان ولا فلان زي ما قال وهو بيفرج على المباراة سأل على سيد عبدالله نمار سأل عليه على عنده كم سنة بيلعب في مركز الأصلي سأل عليه لفت نظر مش بقولك أنه أعجب بي وكان قال أنه هو أعظم لعب في الكون لا ولا أنه هو مثلا ده معناه أنه هيخده المنتخب بس هو كان عايز أو شاف حاجة في سيد عبدالله نمار فسأل عن سنة وأنا قلت لكم من يومين أنه راجل ده بيحب جدا اللعبين الشباب جدا مع كل الفائل اللي بيشتغل بيه هو نفسه في تصريحاته قال لك أنا أحب أشتغل مع شباب أحب أطلع شباب أحب أعمل مواهب في المؤتمر الصحفي بتاع تقديمه المنتخب مصر قال أنا عايز أعمل محمد صلاح تاني فهو هيركز مع شباب يخده بالكو يعني الفترة اللي جاية في قوامل المنتخب هتلوه أخد شباب كتير بعد المباراة نزل وقابل فريرا وقابل سوارش بس ما تكلموش في تفاصيل فنية هو هانا فريرا وقال لسوارش هارد لك وقال لهم أنه هيبقى فيه جلسة بينهم لما يرجع لمنتخب مصر في المعسكر اللي جاي اللي هو هيبقى أول الشهر أول الشهر أول شهر تماني هيرجع تاني وهيقعد مع كل المدربين طلب إيه بقى بعد المباراة طلب قوائم منتخبات الشباب الكامل منتخب النشئين منتخب الشباب منتخب العينبي عايز يشوف القوائم بتاعت منتخب مصر المنتخبات كلها أنا عايز أعرف عايز أعرف وده برضو يأكل وقلت لكم قبل كده الراجل ده بيهتم جدا بموضوع الشباب اللعبين الشباب طلب حاجة في منتهى الأهمية قال أنا عايز الملاعب كلها تكون بمستوى نجيل معين ركز في الكلمة في مستوى نجيل معين اللي هو ما سبش عايف كم سنتي فوق مرتفع قد إيه عشان يعرف في قايم اللعبين في كل المباريات وهو بالمناسبة يعني أنا مثلا يعني عاجبني أفش عاجبني شكبالة عاجبني زيزو فلاقيه في مباراة كويس ومباراة قليلة وهو لعب المباراة دي على ملعب إيه ولعب المباراة دي على ملعب إيه إن جيلك هنا كيت عاملة إزاي وإن جيلي هنا مختلفة التمليلة بتاعته كانت دكتها عاملة إزاي هنا فلاقيته في المباراة التانية الدكة بتاعة التمليلاته مش جيدة ما ممكن رايكونا اللعب مستوى هابط بس ممكن برضو الأرض ما تكونش مساعدية فطلب إن الملعب كلها تبقى على مستوى نجيلة واحدة المساعد المصري اللي المفروض يعلن أول الشهر اللي جاي عرضوا عليه أكتر من اسم في اتحاد الكورة عرضوا عليه فلان وفلان وفلان طلب حاجة بتحصل في العالم كله إحنا أبوا مرة نسمعها بالمناسبة طلب حاجة قال والله مش أنا عايز أعمل انتربيوهات مع الأسماء اللي أنتو قيلينها دي عايز يقعد انتربيوه زي بتاع الشغل كده لما تبقى رايح لمدير ويقع معك انتربيوه مقابلة شخصية عايز أسمع منه أشوف بيفكر إزاي مش اللي هو إيه حطوا يا جماعة أي اسم انتو بشدتم مصريين حطوا أي اسم أنا هقبل بيه لا أنا عايز أعود مع المدرب المساعد المصري اللي هيتحط في الجهاز بتاعي وأعمل معاه انتربيوه ده كواليس ما قالوا فيتوريا ما بعد مباراة الأهلي والزمالك بس فيش أكتر من كده بس